بدنا رضا اتكلم ان شاء الله عن الانسانبال ليرنينج هو المتعرف عليه في المشيل ليرنينج عموما ان احنا بيكون بيكون عندي داتا ست وببدأ اننا بمشيك البروسيجر بتاع الليرنينج باننا بيكون عندي داتا وبعمل وبعدين بيطلع كل ده بيستخدام واحدة من الطرق التفكير في تحسين او تحسين النتائج الالجوريزم او نتائج بتاع البروبلم بتاعتي ان انا استخدم حاجة اسمها انسامبال ليرنينج او انسامبال تكنيكس انسامبال ليرنينج او انسامبال تكنيكس دي عبارة عن بتبقى تبقى من جوة شغالة بهدف ان هي تستخدم اكتر من الارجوريزم بداخلها على اساس ان لو استخدمت مثلا الاسف ايه مطلعه على الاركوريسي طب ما اجرب ان يورى النيتورك على نفس المشكلة وقال طلع على الاركوريسي واخد مسلا الافرد من الاثنين اشوف ازاي ممكن اكونباين التوريزلس مع بعض فان انا استخدم اكتر من كلاسفير اكتر من رجوريسور اكتر من الارجوريزم في نفس البروبلم فعندي طريقتين انت بنفس نفس الفكرة دي اما بعمل بانجي اما بعمل بوستنج الارجوريزم اللي بتطبق فكرة البانجي هي الراندم فورست والارجوريزم بتطبق بوستنج يعني من المثل عليها الادة بوست والجريدانت بوستنج والأكس جي بوست دي طبعا بيوضح اكتر يعني نصب الليرنينج انا بيكون عندي تا ست ببدأ اطبق على اما على جزء منها موديل معين وبعدين اطبق عليها موديل تو وسري وهكذا واللي موديل طبعا بيطلع لبردكشن مختلف بعد كده بعمل الكمبينيشن اه للنتائج عشان اوصل في الاخر اللي فعلينا البردكشن اه بهدف ان الانسابة الليرنينج بيش برودوس مور اكريد سيليشن زين السينجل موديل يعني بهدف ان انا عايز اوصل الالجوريزم او الطريقة بتديني اه اكريد تليوشنز او مور اكريد ااا yağش ت paused than two then single που ست評ح مسا عايز Wanting ممكن لتطبق لانسابة الليرننج في الريكريشن وممكن لتطبق لانسابة الليرنج في الكلس فيcakشنا لو طبقا في الكلس فيكشان مسلا معنى انا بستمرت بنفس الكلاس فكاير على نفس البروبليم يعني ممكن استدم الكانن ext 어디 particular classifier على نفس البروبليم يعني ممكن استدم الك hey........b not human الكله على نفس البروبليم الواحد there is nothing will be able to do البروبلي وبعد كنا بعمل combination. ده معناه ان اي ensemble learning technique become only two main methods. اللي هو الان انا ببدأ اطبر multiple machine learning models. وبعد كنا بجيب final prediction. من all their predictions يعني. المودلز دي اللي انا بستخدمها ساعات بسميها based models. يعني multiple machine learning models were generated using the same or different machine learning algorithm. والمودلز اللي انا استخدمتها دي اللي انا بقول عليها كزة algorithm او كزة model بسميها base model. باخد البردكشن من كل base model. وبعمله بدورها على طريقة عشان اكمبين البردكشن دي ووصل للفان البردكشن. طيب. لو عايز اتكلم على الباجنج بس. الباجنج ساعد من سميه bootstrap aggregation. اللي بسميه bootstrap aggregation لانو بيكون من خطوتين ليه bootstrap والاغرجيشن. الووتستراب هو ان انا ببدأ اطبق الالجوريزم او اكتر من الالجوريزم والاغرجيشن ان انا ببدأ اعمل combination. خدنا نشوف الرسمة دي افضل لو انا عندها set. بابتا اقسم داتا بتاعتي. الترينيج. الترينيج بقسمها انتو كزة subset. يعني باخد السامبلز دي والنفرد كانوا مية. بابتا احط بس هنا تلاتين وتلاتين وتلاتين. او تلاتين وتلاتين واربعين. او اي حاجة يعني. بس بحيس ان السامبلز اللي هتيجي هنا. مفيش ما يمنع ان هي هتظهر هنا برضو. السامبلز اللي هتظهر هتتوزع هتوزع بشكل راندم. فبنسميها sampling with replacement. يعني مع الاحلال يعني اللي يجي هنا ممكن يجي هنا عادي. طبعا دي حاجة كويسة جدا ان هو مسلا افرض ان العشر سامبلز دول او التلاتين اللي اخترتهم هنا فيهم مشكلة. فهيطلع لي هنا هيقصع prediction ده. بردكش متاعي بقصيق جدا. لكن لما بكون مسلا مدخلة الحاجات اللي هي الكويسة مع اللي مش كويسة. بيبقى البردكشن مورجنرلايزد اكتر. ما بيبقاش هو بيشتكي انه بيشتغل مع او طلايرز يعني. ففيه فرصة كويسة ان انا احط كل السامبلز في كل الايه? السابسيت يعني. بس طبعا مع الحفاظ على ان كل السامبلز تظهر. طيب. دلوقتي خلاص عندي training data ده عملت كذا السابسيت. كل سابسيت من اللي عندي بطبق عليها موديل. ممكن يكون نفس موديل او موديل مختلف على حسب احنا بنعمل ايه? بس دلوقتي لو انا بيجنج فانا بطبق نفس موديل يعني موديل هنا وهنا وهنا كل واحد. ده عشان انا في يعني. فالسابسيت دي بطبق عليها مسلا اس بي ام. والسابسيت دي بطبق على اس بي ام ودي اس بي ام. كل كويلي موديل اتعلم شوية الدنيا ماشي ازاي. بعدين ببدأ ادخل test data ودخلها عالموديل ده. بي طالع علي لبردكشن. وال test data دخلها عالموديل ده بتطلع علي لبردكشن. وده بادخلها عده بي طالع علي لبردكشن. اطلق علي 3 تطلع علي 3 ايه حتى الان بفرض ان انا يدخل 3 مودل لزي بس يعني. بطلع تطلع ل 3 ايه وي 1 وي 2 وي 3. آآ بعدين ببدأ ادور على طريقة اشرحها اكتر في السلايد الجاية. ان انا ابدأ اشرح ا走了 ابدأ ان انا ادور على طريقة اكمباين بيها كل الريزلتس يعني في الاخر الفاينل او بتعامل ازاي فده هنشوفه بس بعد الشرط طبعا الرسمة دي بيتوضح اكتر الباجينج ان انا بيكون عندي داتا وقسمتها انتو السبس دي و دي و دي و هكذا كل واحدة فيهم يطبق عليها زي السيم الالجوريزم مثلا نيورالليتورك 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 انها تقلقت لي ان انت لو دخلت تستينج داتا هتطلع لي ان هي قبل ولو مثلا دخلت هالي يعني دخلت الساملز دي على الالجورالليتورك هتطلع لي ان هو عنب مثلا والتاني هتطلع لي ان هو عنب بعد كده ببدأ اشوف بعمل او ان انا بعمل عشان اعمل لاخد واحدة منهم يعني اقول في الاخر هي قبل ولا يعني تفاح ولا عنب يعني فمسلا هنا هتاخد ان هي في الاخر عنب لان العنب ظهر كتير كذا كلاستفاير او كذا قال ان هي في الاخر بنسبة كبيرة عنب فخلاص هتبقى عينب فده الباجينج يعني ان انا بيوز سيم موديل فور ديفرنت سابسيت سوب داتا باستخدر نفس الموديل على اكتر من سابسيت من الداتا طيب ايه الباجينج ايه الفوتينج وايه الافريجينج اللي انا قلتها دي لو انا عندي داتا واستمتع انتو كذا سابسيت وكل سابسيت استطلعت عليها كلاستفاير كل كلاستفاير هتطلع لي result هامل ايه لو انا طلعتي ان اطلع لي مثلا ان انا كان عندي واحد نين تلاتة اربعة خمسة عندي خمسة كلاستفاير فكل كلاستفاير طلع لي ناتج مثلا قال لي افرد ان انا تطلع لداخل كات بكلاستفاير نية كات ودوج كات ودوج كات فالكات دلوقات ظهرتها اتمرأة واحد اتنين تلاتة فانا اقول في الاخر ان الاود يعتبر كات اهنا بنعمل فالفاينال بريدكشن بان انا بعمل فوتينج يعني تصويت بان انا بشوف مين فيهم ليه اعلى رقم او الكلاستفاير اللي ظهر اكتر من مرة او الكلاستفاير اللي ظهر اكتر من مرة ده معنى الفوتينج الفوتينج بستطلع في تعمل على يبقى يفضل من الفوتينج لان انت هتطرر تاخد تشوف اني كلاس ظهر اكتر من مرة يعني اكتر من الكلاس الثاني يعني لو انت بتعمل فانت كده مضطرر تعمل لان الريزلت بتاع او الريزلت بتاع كل تبع عبارة عن رقم فانا ده قال لي مسلا سعر الغرفة 0.5 ونفرض بالالف دولار او بالدولار يعني وهنا مسلا واحد او تلاتة او اتنين وهاكذا فانا دوقتي ما عاربتش عرف انهي سعر بالضبط اللي صح فانا باتطرر اصم الحاجات دي كلها واسمها على عددهم واجيب فبنسميها افردينج مثلا نص زائد واحد زائد تلاتة واثنين زائد نشر واثنين زائد ستة الرقم ده لو اسمته على خمسة اللي هو واحد اتنين تلاتة اربعة اخمسة عملت افردينج يعني مجموحهم على عددهم هيديني اربعة وثمانية وخمسين ده سعر المكان او الرزلت بتاع الريجرش ده معنى وباختصار ان انا بيكون عندي داتا ولو عملت كده وكنت بعمل خليه مثلا هنا كنت بعمل وهعمل عشان يطلع في الاخر المفروض ان اختاره ولو انا هنا في الريجرشن هعمل او الريزلت اللي جاي والباجنج بسعب نسميه بوتوستراب اجريشن لانه بيكون بوتوستراب واجريشن يعني بوتوستراب يعني بعمل والاجريشن هو بعمل بكمباين في الريزلت او في الريزلت تاني اللي هو لو عايز ابرده حاسن من نتائج بتاع الريزلت بتاعي او حاسن بتاع البروبلم بتاعتي بعمل حاسنها بوستنج والبوستنج ده طبعا او طريقة بحيس ان انا بستخدمها عشان احول الويك موديلز انتو سترونج موديلز اهو طبعا انه كان بقى فيه انا بتاعتقد كان فيه فيجر بيوضح الدينة بس مش مشكلة انا دوقتي بيكون عندي اا داتا اوكي عندي داتا دخلتها على معين طلع ليه ريزلت اوكي فالمفروض ان الريزلت دي طبعا ده ترين مسلا ده ترين ترين وبعدين جت في مرة اا الموديل التعلم فدخلت له اا تست طبعا تري زي بعض ايضا تست اوكي تست غريبة اللي حصل إن أنا في الآخر كل سامبل المفروض التست دي عبارة عن عشرة سامبل كل سامبل أنا عارف هي مفروض تبقى إيه خلينا نقول كلهم كات طالع لنا هنا من الموديل إن أنا قال لي إن العشرة دول في منهم آآ آآ ثلاثة ثلاثة كوريكتة صح آآ و سبع البقين السبع البقين كوريكتة التعاملوا غالب فاللي بيحصل إن أنا دوقتي اشتغلت على موديل واحد بس اللي هو مثلا ونفرد نيرال نيتورك فهبدأ أقدي اللي هي كوريكتة آآ آآ ليها يعني كلاسفية كوريكتلي بديها ويت ونفرد مثلا آآ رقم آآ آآ لحظة آآ 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 موديل ريكورز Zat P الويتز بتاعدي بقية حتاخد ويتز surrender هتاخد ويتز يليل لكن قلب金 الثانية تاتي هاديها ويت كبير بحيث إن لما خلف القلب يبدأ إن انا أعمل اتريشان تانية يبدأ يركز على سامبز اللي هي ميس كلاسفايد انها الكلاسفايد صح خلاص نبدأ اشتغل عالتانيين دون اللي افضل ان ايه كل شوية عادل فيه معادل في الويد بتاعه دي فكرة البوستنج بساطة هي اتريت بروستيدجر بيستدم عشان ينهانس بتاع ميس كلاسفايد سامبز والحاجات اللي هي كوريكت الكلاسفايد ما بيرلوهاش او بيدي الهويت قليل طيب ده معنى البوستنج فانا بعمل ايه بيبقى عندي الداتا سيت وبدأ تطبع عليها الاجوريزمس مختلفة مش جسيم الاجوريزمس بيستدم عليها الاجوريزمس مختلفة بحيث ان انا ابدأ احسن احول من رونج وي كلاسفاير انتو سترونج كلاسفاير طيب بعد كه فيه طريقة معينة او فيه ميسو التانية اسمها ستاكينج الستاكينج دي احسن عرفنا الوقت الباجينج والستاكينج الباجينج هو ان انا بيكون عندي داتا سيت بابدأ اعملها سبسيتنج كل شوية وكل سبسيت بس بدخل عليها نفس الموديل اللي هو مسلا اس في ام وابدأ طلع نتائج وفي الاخر نتائج دي بعمل لها بووتينج او أفريدجينج ده الباجينج البوستنج ان انا بيكون داخل داتا سيت بابدأ طبع عليها الاجوريزم بيطلع على الحاجات اللي بسيبها زي ما هي او بديها لو ويت والحاجات اللي هي بديها هاي ويت حكا ابدأ اخش اللي بعد كده اسطدم تاني وابدأ ان انا اعدل من نفسي او ان انا احسن من بتاعتي جيف ان انا عمالها كل شوية عدل في اتريشن وابديها ويت كبير للحاجات اللي هي كالتا سيت بتاعت الجديد يعني الصوت الستاكينج بقى يعني مش اعرفين نعرف ان هو بو باكينج ويط لساس بس اقرب من اقرب من الباكينج بس يعني يا خلال نقوله حاجة ثالتة باكينج وستاكنج ويبوستينج ايه فكرة الاستاكينج انا بيكون عندي انا بيكون عندي التاسيت استنتقتم ت overturn GO سب سيت مش هدخل على cap نفس لا استادم هنا K&N وت то وال Figure 3 وهنا SVM كلها تبقى داخلة مش هعمل لها نفسها والتانية على والتالتة على هما نفس الداتا يعني كأنه عندي منها قطة من نسخة أو بريفير لنفس الداتا ما يعملش ولا حاجة بطبق على كل داتا سيت مختلف والناتج بتاعه ببدأ أخذه في الاعتبار عشان يطلع الفكرة ان الفكرة ده ما بيبقاش كده بعملو ما بجيبوش بفوتينج و أفردينج لا بجيبوه بكلاسفار تالت يعني أنا باخد البردكشن ودخلها كإنبوت لكلاسفار تالت هو في الآخر اللي بيطلع الفكرة البردكشن طيب ده برضو رسمة تانية هنا هنا بيقول لي أنا عندي داتا سيت عندي داتا سيت أسمتها أنتو سابسيت زي 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 عادي وببدأ أن أنا أخد أطبق عليها كل واحدة فيهم أطبق عليها موضل مختلف طبقت ثلاثة بردكشن بردكشن باخد البردكشن زي وطبق عليها فانكشن معينة فانكشن معينة بدخل عليها موضل جديد الداتا اللي دخل دي بتعتبر يكا داتا سيت كأنها امبوت لكمباينر أو امبوت لكلاسفار يعني امبوت يعني داتا سيت جديدة فالبردكشن زي بتشتعل كنيو داتا سيت اوكي ايوه بدينا تبقى واضحة يعني خلينا نشوف هنا ممكن تبقى واضحة بالكلام ده بقول موضل 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 فانا عندي موضل كل واحدة فيهم بتطلع بردكشن وبعدين بعمل موضل موضل بتاعهم موضل 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 طيب هم هنا بقولي نفس نفس الداتا بدخلها على كل موضل زين جنريت زين جنريت وزيس موضل او زين 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 موضل 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 فاحد الوقت عندنا وعندنا وعندنا بوستنج المشهور الباكينج والبوستنج الستاكينج ده طريق التفكير تانية ممكن لدخلها تحت نطاق الباكينج ممكن دخلها تحت البوستنج ما نقدرش نحدد بس انا خلينا اقول ان هي تكنيك ثالث اسمه ده باختصار كذا طريقة عشان احسن وهو ان انا ممكن استخدم بتحتي اعملها سابسيت واطبق على كل سابسيت نفس الموضل وبعدين اعمل اجريجيشن بالبووتنج والبووتنج او الافردجينج هنا بدخل ده سيت على الالجوريزم ولو طلعت الالجوريكت لكلسفاير سامبلز بديها ويت قليل والمس بديها ويت كبير وبعدين برجع تاني ادخلها على الكلسفاير طيب الستاكينج هو اننا بيكون عندي داتا سيت ما بتلاش سامبلينج ولا حاجة نفس الداتا سيت دخلتها على كازا كلاسفاير يعكس الباجينج بالزبط هنا عندي سابسيت ودخلت على نفس كلاسفاير هنا عندي نفس الداتا دخلت على دفرنت كلاسفاير فبعدين بطلع لي بردكشن باخد البردكشن ده ما بعتبره اننا اعمل له اجريجيشن او باستخدام البوتينج او لا ممكن استخدم كلاسفاير تالت بيشتغل على الناتج بتاع الناتج بتاع الكلسفاير اللي قبلي ويعتبرها كأنها نيو داتا سيت بيبدأ اتضرب عليها ويطلع لي ريزلت يعني ده الانسام باختصار من دينا تكون واضحة وهو بسيط يعني الفكرة كلها نحن لازم نبدأ نعمله عملية عشان دينا توضح ونحس بهميته او نحس بالفرق من منه او ان انا ممكن استطيع الارجوريزم واحد يعني او كي تقابل ان شاء الله فيديو تاني